اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائي المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان اهلا بكم اعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاتنا الاول مرة وبنقول الجميع اهلا وسهلا بكم على القناة واسعد الله منامكم ان شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة في لقاءنا مع بعض هتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى في المنام وهيكون معانا اللقاء ده تفسير رؤية رقم من الارقام وهيكون معانا في لقاءنا النهاردة تفسير رؤية رقم 35 في المنام ونبدأ ونقول اول رؤية معانا وهي ان اي حد شاف رؤية في المنام رقم 35 وكان الرقم وراء باب مفتوح والباب كان مفتوح على مصرعيه زي يعني ما بنقول مفتوح على اخره فديه دلالة للرأي ان ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا هيفتح عليه فتح ليس بعده فتح ولن يتوقف الفتح والخير والرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمنحه للرأي يعني من كان فقيرا او بيمر بظروف مادية صعبة جدا وعسيرة ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليه ويعطيه اموال من وسع ولن يتوقف عن الرأي سعة الرزق ومن كان يدعو الله بان يعطيه ابناء والزرية الصلحة فسيفتح الله عليه ويمنحه الابناء والاحفاد والزرية الصلحة وكمان من كان فهمه حزن ودائد به الدنيا فربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليه ويمنحه الافراح والفرج والسعادة وكمان ازالة كل الهموم بلا عودة ولا يستطيع احد بعد كده من اقاع الازى على الرأي والله سبحانه وتعالى اضره واعلم واسعد الله دائما منامكم ونقول كمان اللي يشوف رؤية في المنام رقم 35 وشافه باعداد كتيرة يعني متكرر امامه اكتر من مرة فديه دلالة للرأي على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها على الرأي وكمان اشارة للرأي انه ما ينساش نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه فيجب عليه اخراج الزكاة والصداقات والحمد والشكر لله على النعم اللي هو فيها اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها اليه وكمان ان اي حد شاف رؤية في المنام صديق ليه في الواقع وبيحمل رقم 35 في الرؤية في المنام فديه دلالة للرأي على انه دايما انسان صادق ولا يحب الكذب وكمان دلالة ليه ان هناك في ناس حواليه ممكن بيكونوا بيتهموه بالزور او بالكذب فقريبا ان شاء الله هتظهر الحقيقة ويتضح ليهم جميعا ان الرأي في الواقع صادق وليس به ما يقولونه عليه والله سبحانه وتعالى ادراه واعلم واسعد الله منامكم وكمان ان اي حد شاف رؤية في المنام رقم 35 بحجم كبير جدا فديه دلالة للرأي على الاجر اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبوا ليه في الاخرة وان الله سبحانه وتعالى غفر له زنوبه لكتر اعماله الصالحة وشدة ايمانه بالله سبحانه وتعالى وكمان اللي يشوف رؤية في المنام رقم 35 على الارض وعليه قطرات من الماء فديه دلالة للرأي ان الموضوع اللي كنت بتتمناه وحسيت خلاص ان انتهى ومش هيحصل وكان زي الناس ما بتقول ان الموضوع ده مات فديه دلالة للرأي ان لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وان الله سيعيد اليك الامل مرة اخرى وسيحي الله سبحانه وتعالى لك هذا الموضوع مرة اخرى وهيتم وهيعود عليك بالخير والرزق والمنفعة والله سبحانه وتعالى اضره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب نقول كمان اللي يشوف رؤية في المنام رقم 35 طاير وبيصعد في السماء فديه دلالة للرأي على ان الله سبحانه وتعالى هيرفع من شأنه وهيعزه بين الناس وده لان الرأي في الواقع بيعمل الصالحات وطيب وحسن الكلام وليس انسان قاسي بقلبه او حتى قاسي بلسانه طيب برضو ان شاف اي رجل متزوج رؤية في المنام انه اخرج من الطراب شيء ووجد رقم 35 ثم وضعه في الماء وكان الرأي ينتظر ان تحمل زوجته وانه ليس لديه اولاد في الواقع حتى الان فديه دلالة للرأي ان شاء الله سبحانه وتعالى على قرب حمل زوجته وكمان ان شاف اي حد رؤية في المنام رقم 35 بعيد عنه فديه دلالة للرأي ان ان شاء الله سبحانه وتعالى عمره اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبهوله هيكون عمره طويل ومديد والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم وتمام كده اشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته